اشتركوا في القناة الذي تجدونه اسفل الفيديو بعد ذلك تنبثق لكم هذه النافذة فيها مجموعة من الخدمات ما يهمنا هو الضغط على تتبع الملفات بعد ذلك تنبثق لكم هذه النافذة تقوم باختيار المحكمة المراد تتبع فيها الملف انا على سبيل المثال اطبق الشرح على ملف لدي في المحكمة الابتدائية نقوم بالضغط على المحكمة الابتدائية بعد ذلك تنبثق لك هذه النافذة ننزل الى الاسفل قليلا ثم نختار نوع الملف نقوم بالضغط على ملف مدني بعد ذلك نختار المحكمة التابع اليها انا على سبيل المثال محكمة الاجتناف بفاس بعد ذلك تقوم بالضغط على المحكمة التابع اليها في مدينتك بعد ذلك تقوم بكتابة الرقم الكامل للملف وهذا الرقم تجدونه في الملف بعد ذلك تقوم بإدخال الرقم ثم الرمز ثم السنة على هذا الشكل بعد ذلك تضغط على بحث تنبثق لك هذه النافذة فيها مجموع من المعلومات ننزل الى الاسفل قليلا من اول اجراء للملف الى اخر اجراء اتمنى ان ينلأ اعجابكم هذا الفيديو وان تستفيدوا اكتر ولا تنسى الضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته